ولا شك أن حديث القاهرة الآن في بيوت ومقاهي يعني ومنتديات مصر كلها هو ما انتهت إليه مباراة مصر وأثيوبيا في كرة القدم في تصفيات المؤهلة للبطولة الإفريقية للعام القادم كورتفوار ٢٠٢٣ وما قالت إلى انتهاء مصر إلى انتهاء المباراة بهزيمة مصر ٢٠ مع الرأفة ومع الشفقة ومع العطف من قبل الفريق الأثيوبي وهي نتيجة وآداء قبل النتيجة كمان يعني لن نفيض في وصفه وشرحه وتفصيله لأنها تمتلئ يعني شاشات التلفزيون والمواقع بثرثرات من هذا النوع تعالج وتناقش وتحلل ومعظم هؤلاء شركاء في الجريمة في حقيقة الأمر لكن المحصلة أن النهاردة مباراة مع أثيوبيا فيها قدر من الإهانة الكروية وفيها خدش لكبرياء مصر خصوصا بحساسية الموقف المصر الأثيوبي حيث الاشتباك السياسي والوجودي فيما يخص والإعلامي فيما يخص السد النهضة أو السد الأثيوبي فحتى عندك منتخب مصر يذهب حاملا علمها ويرتدي قمصها ولا يشعر بهذه المسئولية التاريخية عن صورة مصر الزهنية في أثيوبيا وصورة نحن أمام أنفسنا في مواجهة خدت مظهر المواجهة الرياضية في الآخر دي رياضة وكل حاجة وروحها رياضية لابد عن تسود وأي مباراة نتيجتها المكسب أو الخصارة وإنه دي مش حرب ولا مواجهة ولا يعني أي نوع من أنواع التحدي ولا ندية المواجهات ولكن في محصلة الأمر هي جزء من الصورة بتاعتك ما تقدمه تسوقه عن نفسك تثبته لذاتك وللآخرين تعظم تاريخك معنويا في مواجهة تاريخ الكروي على الأقل في مواجهة فريق خصم كمان يمثل خصم الكروي طبعا يمثل الآن خصومة سياسية كل ده غائب بطريقة الحالة عن اتحاد الكورة أو منتقب مصر لأنه الرياضة في مصر غائب عنها أشياء كثيرة إن كانت موجودة أصلا الرياضة خليني أقول أنه لقاء اليوم ومباراة اليوم ليست مجرد مباراة كورة قدم ولي لم يكن هذا العرض هو العرض الذي يمكن يعني أنه يكون محل نقاش كروي بينما في ظن أنه لابد يكون محل نقاش اجتماعي وثقافي وحضاري بحقيقة الأمر نواجه في بعض بمشكلتنا الحقيقية مش مدرب أخفق ومش مدرب أخفق ومش المدرب وقته المدرب وصل اللعيبة ومش اللعيبة أو نقع في مطب بقى وورطة التعصم الكروي بحيث من ينسب الهزيمة إلى غياب لعبي فرقته أو إلى خروج لعبي فرقته أو لموجود لعبي فرق الفريق الآخر يعني الحقيقة الممحكات والتعصم اللي بيبدينا الوراء وبيحفر لنا التحت يجب أن نتخلى عنه على الأقل وإحنا في منبر مش مهتم بكرة القدم بتفاصيلها مهتم بكرة القدم ونعكسها على الشارع والشعب وعلى صورة مصر وعلى أداءنا كمجتمع ليه بقولك كلام ده بقولك كلام ده علشان بقولك المباراة أبعد كتير بناتبه بمباراة كرة القدم وطول الوقت حتى علاقتنا بالغرب هتشوف المسألة أصل غاية فين عندي علاقتنا حتى بالغرب وبالآخر متجسدة في المباراة كرة القدم حالة التعالي والنفخة الكدابة اللي عندنا وإحنا نفخة كدابة إحنا يعني إحنا كرة قدم متواضعة للغاية في العشر سنين الأخرانية أكثر من المتواضعة وقبل تكاد تكون يعني منهارة والمكاسب اللي إحنا بنكسبها مكاسب كلها وفي معظمها مكاسب نتيجة ضعف الآخر والتهاوي الآخر قدامك إنما أول ما بيركز معاك تبتكسبش حاجة وده في مطلات إفريقيا حتى لما وصلنا لنهائيات إفريقيا ونهائي تصعيد لكاس العالم إحنا سترنا بالمدرب الأجنبي وطول الوقت إحنا كنا ننتقد كوبر اللي وصلنا كاس العالم كويروش اللي وصلنا لغاية نهاية إفريقيا والمبارات التصفية النهائية على اعتبار إنه دولا مدربين ما يعملوش كرة المصرية اللذيذة والهجومية دولا خبرة وفاهمين بيعملوا إيه وهم عارفين إن إحنا عار في كرة القدم العشر سنين دولا إحنا عار في كرة القدم وبيستروننا الحقيقة ناس بيستروا عورتنا بيجي المدرب المصري ده نكشف عورتنا إنما إحنا في كل الأحوال ضيعين في كرة القدم ما حانش بيسأل نفسه ليه ولا حد هيسأل أنا بقولك لأنه القصة قصة أكبر من كده كل التركيز بيبدأ التركيز إنه يرمو كل الحمولة بكل عناصر الفشل والفساد الرياضي ترمي بكل ثقلها وبكل هجومها على النقطة الوحيدة المضيئة المنيرة النظيفة في كرة القدم في مصر اللي اسمها محمد صلاح ونسبة لسه ربطة اللعبة المحترفين في الجلترة النهاردة بتختاروا أحسن لعب في الموسم ليخسع الخاسئون يعني ومحمد صلاح مش جزء من منظومة الكرة المصرية إطلاقا ولا الرياضة المصرية محمد صلاح هو وحده المسؤول عن نجاحه ولو كان سلم نفسه لينا كنا أفشلناه أفشلناه إحنا صنع فشل ونصنع نجاح طيب ليه ليه بقى السؤال ليه أزمة كرة القدم في مصر أزمة الرياضة عموما هي أزمة إدارة مصر أساسة فيها أزمة إدارة لشان يعني لو إحنا عايزين نتكلم بصراحة وبأمانة وبشفافية والبكرة للغد للأمام القدم في الفن في الصناعة في التجارة مواهب مليون في المية إحنا ميت مليون وشعب حضري ومتحضر يعني وجواه ثقل تاريخي فعندنا عندنا المواهب وعندنا الكفاءات وعندنا إحنا عندنا الكرسي السودة في الإدارة إدارة في كل المجالات لإدارة في الغالب بتبقى إدارة بالتعيين أو بالمحسوبية أو بالقرابة أو بأهل الثقة أو بانتخابات موجهة أو مزورة أو مزيفة أو فاسدة وده المونتك عشhã كده بتقولي اتحاد الكرة ما هو جاي بانتخابات يعني عمي شوف مين اللي انتخبه أصلا اللي انتخبه أصلا جايين بأني انتخابات جايين على أني قواعد فبقولك عندك إدارة لما تبقى مكوناتها كده أهل السقة مش أهل الكفاءة لما تبقى مكوناتها المحسوبية لما تبقى مكوناتها المصالح لما تبقى مكوناتها الانتخابات اللي بيجيب تيجي بالتوجيه او بالتزوير او فسده بانتخابه منهم فاسد عادي يعج يعني انت مفترض هجيبه ايه يعني هيطلعه ايه من نصطهم منظومة الكرة في مصر فشلة وعشوائية وفاسدة ولا يمكن اصلاح ده الجديد بقى اللي انا عايز اتحفكه بي دي سرطان يعني ادارة كرة القدر في مصر فيها فساد سرطاني هيمرض ويعي كل من يحاول ان يعالجه لانها تربيطة كده يا جماعة هم اصحاب يعني القصة كلها قصة ايه قصة منظومة قائمة على المصالح المشتركة و بما فيها تضرب المصالح يعني رئيس نادي يبقى مقدم برنامج و مقدم الرجل برئيس نادي مش عارف عضو مجلس ادارة يبقى مش عارف عضو في ايه فاصبح احنا عندنا اوروباطية و وكيل لعبين يصبح مسؤول نادي يعني فعندنا وكلاء لعبين نوسى مصر ومعاهم اعضاء في مجلس ادارات يلضم عليهم مسؤولين في منظومة الكورة او اتحاد الكورة يلضم عليهم اعلام رياضي يلضم او ناس في اعلام رياضي يعني و يلضم عليها وكالة اعلانات فبقت القصة كلها سبوبة و نحتاية و اللي بزعلان من الفساد ويجي حربه يقوم يخش بجزء منه ياخد حتى من الترطة زعلان ليه زعلان ليه ترطة هي اي زعلان من اقتطاع الغدائم الترطة دي بيخش ياخد حتى من الترطة فيرتاح وبالزعلان كمان تحس ان الدولة احيانا تقول لك هدخل ارزم في الموضوع فتخش تتورط جوه منظومة الفساد دي كلها فولك ملهاش علاج قائمة على توزيع الغدائم مصالح وتوزيع الغدائم فانت هتخش تعمل ايه يعني الموضوع السرطان دخل في كل الخلايا متصورش ايا نفسك ولا الحكومة ولا الدولة بالعكس لما قلت تدخل بتقع بتتجرس في نفس مستنقع الفساد ده و تبقى جزء منه كمان فالعلاج اعمق من كده بكتير يعني مش بتغيير ادارة ولا مش عارف ايه وتغيير جدول ايه وكلام ده كلام فارغ ده كلام وراء بيقولوه هم علشان يمدوا فترة يعني طول ما المنظومة دي كده طول ما المنظومة دي فزدة طول ما هم واكلين عيش وطول دول بترزق وبتتوزع كل وبالمناسبة كلهم ناس مهزبة جدا ولطيفة للغاية ويعني ما فيش مشكلة خالص انما هي دي منظومة الحكاية كلها هي كده اتكعبلت ويعني وتكونت وتركبت بايت كده والنجاح فيها استثناء يعني هم احيانا بينجاح استثناءا او فسادا بيرشوا يعني وفي فم ماء ما فيش ده انكمل في الحكاية دي طيب لما بلاقي هنا المشهد بهذه الطريقة سهل جدا انك تروح بقى على كرة فتلاقي حلة تعصب الجماهير لانه من مصلحتهم تعصب الجماهير مش من مصلحتهم انه فيه كرة ممتعة او كرة جميلة او كرة حقيقية لانه التعصب ده هيخلي المعيار في الحكم والتعصب لصالح النادي ده او لصالح النادي ده فهم الاهلوية والزمالكوية لما يتخلقوا مع بعض بيبعدوا عننا على المنظومة اللي خلقت الخلاءة دي فاحنا اصاد وعي بخلق التعصب مش وعشانا احيانا كتيرا الزمالكوية اقول لك ايه ده ادارة الكرة اهلوية منحزن الاهلي او الاهلوية اقول لك ده اتحاد الكرة بتاع الاهلي وانشاف ايه الاهلي ده على فكرة مقصود ده حقيقي ليه عشان تفضل الحكاية مشية ما هو اي محاولة لتغيير المسامير ولا الزراير بتاعت المنظومة دي هتنفاجر هما بيزبطوها بالطريقة دي علشان السبوبة تفضل تعيش وتفضل جالبة خصوصا بقى ان حصل حاجة مهمة للغاية برضو جزء من انه ما فيش امل وما فيش حل دخول بقى الشركات عالم كرة القدم في مصر احنا الدوري الوحيد في العالم تقريبا اللي اكتر من نص وشركات وهيئات حكومية بلا جماهير يعني انت بتعمل دوري اولا هو دوري فاشل طبعا ولازم نتواضع يا جماعة اللي لوزم الكوية يتخرقوا مع بعض زي ما هم عايزين ويحبوا عنديتهم زي ما هم عايزين بس يعرفوا ان احنا في القاع يعني كرة في القاع لانه نقدم كرة قدم فناخد بالنا واحنا عايزين نقدم كرة قدم وكنا في يوم من الايام ربما استثناءا عملنا جيل عظيم جدا بتاع جيل 2006-2010 انما في العموم احنا كرة قدم بتاعتنا العالم بيتقدمه سنوات ضوئية واحنا بنرجع بنتخلف جدا بس لان في حالة نفاق عام فيطلعوا لك ايه ونشكر التنظيم الرائع والدوري المصر العظيم ده اكل ايش وما بقولوا كده شد ده اكل ايشهم فبيوهمك انه زي اي حد شوط شوطة كرة هدف عالمي عالمية وحدة حاس بيك ولا عارفك اصلا يعني نهدى شوية واحنا في قلب التعصب ده ده مفاهمين احنا بنتعصب على حاجة زمان طول الوقت في بلدنا في قويسنا مركز قويسنا كان فيه بمباريات بين القرى وبعضها يعني وكاد ب وانا بروح بقى انا طفل اتفرج على المطشاط الحاجة وكاد تبقى مطشاط تعصب رهيبة رهيبة فريق القرية ينهزم تنزل القرية كله تدعك الفريق اللي جاي الضيف القرية الضيف وكلما كانت القرى جنب بعض كات الخناءة تبقى رهيبة مش عايزة اقول اسماء قرى لانهم اهلي وقريبي وحبيبي يعني بس طا وانا رأي ان اكيد ده موجود في مصر كله اللي هو احنا منلعب احنا فلاحين ومنلعب في جرن ومع ذلك يعني نهاية العالم المطش ده نهاية العالم وكأننا بنلعب بجد وكأنها وكأنها كورة نفس اللي بيحصل تعصبنا بين الزمالك والاهلي يعني يعني تعصب زي تعصب من عرب الرمل وكفور الرمل عندنا في قويسنا ناخد بالنا بس ان احنا يعني في حتة محدودة يا كوي طيب ليه بقى لاني ما قولك العالم كله بتقدم ليه ما بقاش عنك دوري انا مش هادة بقى طموح ولك الدوري الانجليزي ده عايزة وقت شوية يعني بتاع ميت سنة انما اقول الدوري السعودي حتى يعني يعني نقول الدوري اليوناني اللي هو دوري حقيقي ليه لانه دخل ما قضى على الرياضة في مصر وسنقضي على كرة القدم تماما وهو اخلقها من الجماهير اخلقها من الاندية الجماهيري فبقى لا عندك اندية ولا الجهاز الفن بتاعها بيشجح يعني يعني لولا انه بياخد مرتب ما كايش يشجح ايه الفرق دي مين دي يعني ايه المصلحة في ابن نص منظومة الكرة في مصر شركات لا بلا جمهور وبلا ايه حاجة استثمار مالي طبعا تروح تستثمر في الاندية الجماهيرية شكرا لما نشوف ببرة هتلاقي الشركة الامارات تروح تستثمر وتشتري مانشنسطر سيتي فتنقله نقلة جبارة القطريين يشتروا سانجير مافن وهجزة مستثمرين ورجال اعمال وفي جزء منه لجماهير لجماعية عمومية لجماهير كمان انما انت تيجي هنا الشركات تعمل سبوبة الوحدة وشركة الوحدة ويجيب بقى اللعيبة المعتزلة على الاعلاميين المعتزلين على غير المعتزلين وخش ويعمل شبكة مصالح شبكة المصالح دي تقوم بتضرب في الكرة الحقيقية وكمان لازم تصنع مصالحها على الارض في بقى اللعيبة بكام وفين والسمصرة قدي ايه ونعرفش كمدا بروح الدرايب ولا لأ السمصرة اللي بياخدوها المجموعات دي طيب احنا التقصات بقى وكلكم عارفين الدور يعني ايش فرقه على مش عارف استر كامباني ايش عارف لو قلت برضو احنا الدور الوحيد في العالم اللي فيه اسماء اجنبية مش اسماء وطنية للاندية بتاعته شيء خايب جدا مش موجود في اي دي حاجة في الدنيا اش كي اقولك احنا منظومة كرة القدر في مصر فاسدة وعشوائية وفاشلة وصراطانية الفساد وانها لا يمكن علاجها تعالجين كل سنة بيدخلوا لك شركات اكتر جوه الدوري وقعد يتقلص جمهور الدوري ويبقى اهلي وزمالك وبالعافية تلات اربع فرق معاه وبعدين ده اسمه توسيع المواهب واسمه الجماهيرية واسمه نجاح ولا اي حاجة ده مزيد من الفشل مزيد من الفشل والامعان في الفشل ولكن الدولة بقى لما تعمل نصحة وحد يشتكلها من اللي بيحصل في الكرة دي او تبهدلنا في انتخابات اتحاد الافريق وبتاع فالدولة هي تعمل نصحة وتقوم داخلها مش عارفها عاجة لان ده مشكلة ادارة نفسها فبتخش جوه منظومة الادارة فبتعكي زي العك اللي جوه بالضبط مش عرفها يا سيس يا فلان يا علان يا ترتان خشي زي بطلنا الموضوع خشي ده بيبقى جوه يا نهري سويد دخلوه بيت جوه بقى وبدأ نصهر لتاة الصبح في العزومات والمناقشات والاعدات في المش عارف ايه واللاعبين ونخطف ده من ده ونعمل ده في الايه ونودي ده نصفر ايه بس هنا جزء من المنظومة سرطاء لا علاجة فيه ولا علاجة له رغم العلاج للحديث للحمد للبشرية والعلم ربنا وفقهم لأنهم يعني يخترعوا ويكتشفوا علاج لسرطان على الاقل المستقيم والقولون مؤخرا ونجح هذا العلاج وده بشرى للبشرية كلها يعني